طبعاً الكثير يعاني من مشكلة كبيرة في نقل الشتالات من صحول الإنبات وخاصة في هذه الفترة مثل الخضروات موت الشتالات طبعاً يرجع لعدة أسباب وأسباب كثيرة ولكن هناك يمكن تكون أسباب بسبب المزارع طبعاً من ضمن المشاكل هي سقي سحول الإنبات قبل القلع وهذا ما يؤدي إلى عدة أشياء أول شيء تفكك التربة وأيضاً تقطب ممكن القذور وطبعاً من ضمن الحلول اللي تعالج هذه المشكلة إنك تحاول تنتظر إلى ما تقف التربة وبعدين تحاول نفس الحالة تضغط ضغط خفيف على صوار الإنبات قبل القلع وبعدين ديب أي أداة ممكن أن تضغط على أو تدخلها في الفتحة أسفل الصينية بشكل خفيف بتلاحظ أن الشتلة تطلع عندك سليمة قذور قوية وأيضاً التربة بتماسكه وبعد نفس الحالة من ضمن الأشياء اللي يجب أن ننتبه عليها الزراع في فترة الصباح الباكر أو في المساء بهذه الطريقة تكون أمرنا طيبة إن شاء الله تعالى في زراعة الشتلات خاصة في هذه الفترة الشتلات الخضروات شكراً لكم على حسن المتابعة ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك كل جديد ومفيد